مساء الخير أصدقائي وحبايا بقلبي تحياتي للجميع في هذا الفيديو جبت لكم أهم الأمور التي يتكلم بها الإعلام الألماني ومواقع التواصل الاجتماعي الألمانية أول موضوع عدنا هو الإصابات بال24 ساعة الماضية 2400 إصابة بكورونا في ألمانيا والرقم يعتبر أكثر بـ 25% مما تم تسجيله قبل أسبوع منذ 12 حزيران أو من شهر 6 يعتبر المعدل الزيبنتاكي إنسيدنس الآن أعلى رقم في هذه الفترة وتم تسجيل 16.9 الوفيات 21 حالة وفات وحالات الوفيات رغم زيادة الإصابات بالوقت الحالي إلا أنها بإنخفاض مستمر وهي أقل بـ 25% مما تم تسجيله عن ما كان قبل أسبوع هذا الأسبوع لدينا 131 حالة وفات بالأسبوع الماضي كان هناك 164 إصابات كثيرة ووفيات قليلة تشهدها ألمانيا بالأيام الأخيرة نجي الموضوع الآخر الموضوع الآخر هو حصة ضغوط كبيرة على لجنة التطعيم المستقلة في ألمانيا اللي هي شتيكو اللي تكلمنا لكم يوم أمس بخصوص ولاية زاكسن اللي قامت بكسر توصيات هذه اللجنة ولكن في ألمانيا الآن يعني كلام قوي جدا باتجاه أنه هذه اللجنة يجب أن تغير توصياتها وهذه اللجنة أعطت توصياتها لا تلقحوا كل الأطفال من 12 إلى 17 عام بل لقحوا فقط من يعني لديه سوابق مرضية أو لديه مشاكل صحية كثير من السياسيين الأحزاب وكثير من يعني القوائم الانتخابية تريد الضغط على هذه اللجنة ومن أجل تحقيق مكاسب ربما يعني لأجل الانتخابات أو لأجل أسباب سياسية أخرى الشيء الجديد اللي حصل اليوم في ألمانيا إقابة الأطباء الألمانية انزعجت من هذا الأمر كثيرا وطلبت الحفاظ على استقلالية اللجنة وعدم التدخل بشؤونهم وقالت يجب أن تبقى المؤسسات الصحية مستقلة وغير خاضعة لرغبات الأحزاب ولرغبات القوائم السياسية في ألمانيا والجهات السياسية يعني دعوا الأمور الطبية ودعوا المؤسسات الطبية تعمل باستقلالية ولا تملون علينا يعني رغباتكم السياسية الدعوات من قبل الأطباء إلى أن تكون هذه اللجنة يعني هي بأطباءها وبعلماءها أن يكون لها هياكل تعمل بدوام كامل تكافح التدخلات السياسية في شأنها وأصدقاء للعلم والاطلاع هذه اللجنة توصياتها ملزمة في ألمانيا أو تأخذ بعين الاعتبار في ألمانيا أما هناك لجنة مشابهة أوروبية تسمى أما اللي هي الوكالة الأوروبية الأدوية وهذه الوكالة قالت التلقيح للأطفال من عمر 12 عام إلى 17 عام هو أمر اعتيادي وهي وسط بتلقيح الأطفال في ألمانيا اشتكوا لديها رؤى أخرى أصدقائي راح نتكلم بالموضوع الآخر الموضوع الآخر هو سوف يشعر به كل سكان ألمانيا ابتداء من يوم الاثنين القادم اللي هو الثاني من أغسطس من شهر آب سوف يتعين على الجميع أخذ بصماتهم في مكتب التسجيل عند التسجيل على هوية جديد يعني في مكتب التسجيل سكان أو في دائرة الأجانب عند التقديم من طلب الحصول على أوزفايز جديد على الكرت جديد فهناك لايحة جديدة أوروبية ألمانيا سوف تقوم بتطبيق هذه اللائحة تداء من يوم الاثنين والسبب هو زيادة أمن الهويات والجوازات سوف يتم أخذ بصمات أليكترونية من قبل الأشخاص الذين لديهم موعد لتجديد هوية أو يعني يرغبون بالحصول على هوية سوف يتم أخذ بصمات رقمية للأشخاص وحسب كلام وزارة الداخلية أن البصمات تستخدم للتعرف على الأشخاص في الحالات المشكوك بها إذن حسب ما تقول زارة الداخلية هي إجراءات لمنع التزوير ولكن لها أبعاد أخرى هناك ناس معارضين لفكرة البصمة الإلكترونية الإلزامية على الهويات أو على البرسنال أوزفايز فرح نعرف في سياق هذا التقرير لماذا هناك أشخاص معارضين وما هي مخاطر على سبيل المثال إعطاء بصمة إلكترونية من يسمح له بقراءة بصمات الهوية هي سلطات إصدار الهوية يعني دوائر التسجيل والأوسندة بهذا على سبيل المثال وسلطات السفر في وزارة الداخلية جوازات والمطارات والشرطة هذه الدوائر اللي هي القمارق والضريبة وبقية الأمور بالإضافة إلى السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي رح يكون لديهم ولوج إلى البصمات في حال شكوا بهويتك مثلا في فرنسا أو في إسبانيا فسوف يلجأون إلى البصمة اللي موجودة عن طريق قاعدة البيانات العامة طبقا للوزارة الداخلية الألمانية فإن دول من خارج الاتحاد الأوروبي سوف لن يكون لديها أي حق أو أي ولوج لبيانات البصمة أو لبيانات الشخصية لسكان الاتحاد الأوروبي ولكن أصدقائي هذا هو أكثر شيء قد يهمنا في يعني هذا جزء من هذه القصة الجديدة اللي هي البصمة عند الهويات هناك خوف من موضوع حماية البيانات والاختراق وإساءة الاستخدام من قبل دول أو من قبل مافيات على سبيل المثال مثلا أشخاص يقومون باختراق قاعدة بيانات معينة أوروبية ألمانية ويحصلون على بياناتنا الخاصة تحصل عملية جريمة في مدريد في برلين في باريس في لشبونة في براك في أي مكان يتم وضع بصمات مزيفة ويتم يعني إفلات المجرم من العقاب ويعني يأتون بشخص لا له ناقة ولا جمل ولا له دخل ولا هو يعني يعرف بأي شيء عن القصة ويضعون بصمته بشكل أو بشكل آخر هناك طرق لنسخ بصمات الأشخاص ولسقها في أماكن أخرى مثلا على سلاح على سبيل المثال على سكين في مسكة باب معين من أجل توريط الآخرين هذه كانت أحد الأسباب وأحد الأرجومنت التي يعني حذرت الناس من هذه أو من هذا القرار الأمر ينطبق على الهويات الجديدة على من سوف يتم إصدار لهوية ابتداء من الثنين آب أو الثنين أوغسط يوم الثنين القادم أما الهويات القديمة اللي أغلبنا عدنا إياها سوف تبقى شغالة ولكن عندما تنتهي وعندما يذهب الشخص لأجل التجديد بسبب يعني قدم الهوية أو تغييرة ملامح وجهة كل فتر هناك تجديد أو كان يعني لاجئ أو يجدد هويتها أو يقام مفتوحها إلى آخره هناك يعني سوف يتم تطبيق قانون البصمة أو يعني تقنية البصمة الجديدة بالنسبة للأشخاص الذين سوف لن يذهبون إلى دوار التسجيل من أجل تجديد البصمة أو من أجل يعني إعطاء البصمة أو من أجل يعني سوف لن يذهبون إلى موعد تجديد الهوية قد يواجهون غرامة تصل إلى 5000 يورو حسب المواقع الإخبارية الألمانية وحسب أي أغديل الإخبارية الألمانية القناة الأولى الألمانية أصدقائي نجي الموضوع آخر وفاة لاجع عمره 14 عام يعني هو مراهق عمره 14 عام توفيه بمسبح وهو يجيد السباحة في مدينة أمبغ في بافاريا أعلنت السلطات الصحية عن وفاة شاب لاجع عمره 14 عام اسمه خالد طبعا هم لم يعلنوا من أي بلد أتى خالد ولكن هذا الاسم يعني موجود عندنا بكثرة في العراق ويعتقد في المغرب أيضا يستخدم هذا الاسم المهم الله يرحم المتوفى ورب يصبر أهله ويعطيهم القوة في هذه المحنة أصدقائي خالد الغريب بالأمر أنه يعرف السباحة ولكن غرق في المسبح كان برفقة أصدقاء ويقولون أصدقاء أنه فجأة ذهب إلى قفاز من أجل أنه يقفز بالمياه كان ارتفاع هذا القفاز 3.8 متر 3.8 متر وقفز بالمياه ويعني تأخر لبضعة لحظات أكثر في داخل المياه إلى أن يعني ضفت جثته وكان غارق ومتوفي هذا يعني حتى هذه اللحظة سبب الوفاة مجهول المحققين سوف يقومون يوم الاثنين بتشريح جثة المتوفي من أجل التعرف على سبب الوفاة في ولاية باظاريا حصلت حادثة مماثلة شاب مراهق بصحة كاملة يعني يعرف السباحة تعرض إلى حالة غرق بفترات سابقة ويعني لم يتم معرفة السبب إلا عن طريق التشريح وجدوا أنه في قلبه هناك عيب لم يتم اكتشافه حتى بلغ سن المراهقة وكان هذا العيب هو سبب الوفاة وصلنا إلى نهاية الفيديو إن شاء الله رب تكونوا استفادئتوا تحياتي لكم رب يعفوذكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر